رحب بكل المشاهدين مجدداً بفقرة مميزة ومختلفة هذه الفقرة بالتحديد رح نسلط الضوء على موهبة رح تكون أول مرة حاضرة معنا من داخل الستوديو لكل محبي الإسباحة منصحهم ينضموا إلنا الحديث اليوم عن موهبة الإسباحة عن منقذ ومدرب فترات سنين سنوات طويلة يعني تعدد أكثر من 20 سنة تخصص في هذا المجال هو حائز على لقب بطل فلسطين في مجال الإسباحة لمدة خبس سنوات ممكن تكون في سنوات متفرقة ولكن حاز على هذا اللقب لمدة خمس سنوات بسعدنا نرحب بضيفنا اليوم من داخل الستوديو صابر عواطلة وهو مدرب وأيضاً منقذ إسباحة يسعد صباحك صباح الخير يا هلا كيف أصبحت؟ الحمد لله كله تمام كله تمام صباحة قبل ما تيجي ولا؟ لا اليوم اليوم لا بداية تحكي لنا صابر أدي صار لك في مجال الإنقاذ وأيضاً تدريب الإسباحة هلا أنا بداية الإسباحة كنت طبعاً سباح انتقلت من مرحلة أنه أنا بكون من مرحلة لمرحلة أنه بعد الإسباحة بعد أني أكون بطل فلسطين في الإسباحة هلا انتقلت إلى مرحلة أنه أكون مدرب ومنقذ سباحة والحمد لله رب العالمين هاي طريقة أكيد مش سهلة يعني أن الواحد ينتقل من شخص هو أقبل على هذا المجال لشخص مختص ومحترف في هذا المجال هلا هي بداية نحكي هيك يعني أنه سباح بعدين مستوى منيح بعدين الحمد لله بعدين تدخل على الإنقاذ كأنه هواية وإشي يعني من الواحد مثلاً نحب أنه يكون فيه مغامرة وكثير يعني هي إنسانية بنفس الوقت يعني أنه هي يعني محافظة على أي شخص بيكون يعني بيكون بحاجة إليك صحيح فالحمد لله رب العالمين بعد الإنقاذ يعني صار أنه فيه أنه لازم أكون يعني كمان معلم هلا أكثر إحنا بنشوف مثلاً ناس تيجي على المسابح أو على البحر أو محل أنه يكون فيش حدا بيعرف يعرف الإسباحة حابب يسباح بس ما في عنده مين اللي بيعلمه صابر حسألك عن هذا الموضوع أكيد تفاصيل أكثر ولكن لكل الناس اللي لسه شاك بقدرة صابر على الإسباح خلينا نشوف هذا الفيديو بده يثبت لنا قدرات صابر ونرجع نحكي عن الموضوع أكثر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة رائع رائع يا صابر يعني هيك هذا نبدأ نحكي نقاش تاني هذا نبدأ نحكي عن الاحتراف صابر إيش كان أكثر شيء يعني إيش اللي خلاك توصل لهاي المرحلة هل أنت كنت تعتمد على حالك بالتدريب أو هل في يعني أنا بحاول أسأل كمان أسئل اللي ممكن تراول ذهن المشاهدين هلا هل في عنا أماكن أو مختصين بدربوا على هاي التقنيات إحنا شفناك بتعمل أشياء ممكن تكون خطرة نوعاً ما ولكن كيف تدربت وصلت لهاي المرحلة هل كان في حدا بدربك ولأنت أخذت هاي التجربة لوحدك الحمد لله رب العالمين يعني أنا كنت رياضة من الصغر تاعي يعني أنا صغيرة من وانا صغيرة بحب الصباحة بحب الماء كانت عنا كثير يعني يجو ناس مثلا بيشوفوا الماء اللي إحنا السيل اللي بيكون ماشي من عند البيت هلا هاي شغلة يعني كانت بنشوف الناس قداش بيحبوا الإصباحة نفس الوقت يعني أنا كمان بحب الماء بحب الإصباحة الحمد لله رب العالمين رياضي من وانا صغير كل الرياضات بلعبها فهي هي اللعبة الوحيدة اللي ما فيها نحكي هيك يعني ما فيها خدش ما فيها مثلا كسر ممكن فيها غرق وممكن فيها بيكون خطورة من ناحية حياة المؤل بني آدم أو الشخص بس بنفس الوقت ما يكون فيها مثلا ضرب جرح طبش شي زيه وبالإضافة للشيء الإيجابي النفسي كمان اللي بتعطيها هذه اللعبة كمان يعني هي بتعطي الشعور جميل ورائع للشخص كمان اللي بتقنها هي بالآخر لعبة وسباحة والحمد لله رب العالمين وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على إنه السباحة يعني علموا أولادكم السباحة فكمان فيه ميزات حتى لا تسمع إنه فيه واحد غرق ومتلا إحنا كمنقضين ومدربين موجودين في البلد وهذا ابن البلد لما تسمع واحد ما كانش منتباه ولا سمح الله يعني دخل على بركة مش فيش فيها مثلا منقض يعني مؤهل أو إما يكون هاي يعني هاي بتأثر علينا إحنا كمنقضين ومدربين هلأ يعني من الداخلي إنه يكون لازم يكون فيه ناس بتعلم وبتدرب وإحنا يعني داما نشجع ونوجه يعني يعني نداء لكل واحد بحب السباحة أو أي مؤسسة أو أي إنه بدعم عشان ما نوصل لمرحلة إنه في عنا أطفال شو دمهم بالتأكيد وغير إنه كمان كمان قديش مهم نشوف نتائج شبية إنه ليه بس نكون نتعلم يعني هذا الشيء تلقائي ليه نتعلم بطريقة حرفية ونكون مشاركين أيضا في مسابقات ممكن صير عالمية كان عندك أيضا أنت صبر مشاركات بفرنسا ومصر بالنهاية بدي أش أطلب منك يعني صبر إيش تحلم هل تحلم أنه عن جد يكون في عندك تطور على مستوى مش بس فلسطين على مستوى أكثر من هيك في هذا المجال كثير أنا الحمد لله رب العالمين أنا يعني كنت أنا بداية الإسباحة الفلسطينية أول قدوم السلطة من الناس المؤسسين للإسباحة ومن عضو اتحاد فلسطيني من عمري وأنا كنت أصغر مسباح كنا نطمح يعني كنا بداية ما كان في عنا آليات وما كان عندنا مسابح على مستوى فلسطين كانت ممكن بركتين أو ثلاث برك يعني على مستوى رمالله ريحة نحكي نابلس نحن نحكي كل الضفة بيت لحم نحكي عن بركة 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 كل مكان اليوم كل قرية كل محل فلسطيني كل يعني في بركة بتكون على مستوى يعني تقنيات الحمد لله رب العالمين عالية الحمد لله صار عندنا سبحيين صار عندنا في مستويات عالية بمثل عرب بمثل في أوروبا بطلع على أوروبا طبعا احنا كنا في البداية ما كان في عنا هاي الامكانيات اليوم صار في امكانيات بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا وقليش احنا فخورين ونشوف كمان مثل هاي المواهب في مجالات مختلفة اكثر من 25 سنة كانت كافية تخليك على هذا المستوى من الاحترافية نتمنى لك مزيل من التطور وايضا تطوير أجيال مختلفة اذا بدي أشكر كما في نهاية اكيد الزميل ماهر الحلو اللي ساعدنا وقعد هاي الفقرة واللي عرفنا عليك كمان شكرا كتير لك صابر بتمنى لك اكيد نهار سعيد ونسأل فاطمة فاطمة صباح الخير صباح نورا كيف انت والسباحة اعتراف يعني شوية شوية بس في أكمل نطة نطها لازم نتعلمها مش لازم نتعلمها بس لازم نتفرج عليها عظيما شد فاطمة بعيدا عن الاسباح هنسمع منك اليوم أخبار أكيد بعد الفاصل